مشاهدينا هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقسة هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتادل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد الجو هيكون لطيف في أول الليل إنما في آخره هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء وفيه كمان فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وأمطار من خفيفة لمتوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري كمان النهاردة الصبح في شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وكمان وسط سيناء تفاصيل أكتر عن حالة التقصد تنضمن على التليفون الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك السلامية وصباح الخير على كل إستاذ المشاهدين أهلا بك أهلا بك نحن نبارح حاسينا أن فيه أمطار خفيفة كانت على القاهرة ومدينة 6 أكتوبر فالأمطار مكملة معنا ولا هتهدى شوية؟ بالفعل احنا شاهدنا بالأمطار شفوط أمطار كانت متفاوتة الشدة على شمال البلاد مرورا طبعا سواحدنا الشمالية محافظات الوجه البحري حتى القاهرة الكبرى اليوم متوقع استمرارت أسرنا بالمنحفة الجوية للسبقات الجوية العليا لكن سميات الأمطار وفرصة هتكون أقل من دي شاهدناها بالأمطار يعني اليوم الأمطار هتكون أمطار من خفيفة متوسطة على سواحدنا الشمالية والشمال الوجه البحري هتمتد خفيفة المناطق من جنوب الوجه البحري وقد تمتد كمان لبعض المناطق من القاهرة الكبرى بتكون على فترات متقطعة من اليوم وبلاحظها في مناطق ويء المناطق الأخرى لا لكن مجموعة الأمطار اليوم إن شاء الله غير مؤثر تماما على أعمال الأرشفة اليومية بالإضافة كمان مستمرين في انتصاد درجات الحرارة فترات النهار وفترات الجيل الأجواء خلال فترات النهار بتكون أجواء مائلة للحرارة على قاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري الشمال والسعيد معتدل على سواحدنا الشمالية حر على محافظات جنوب السعيد ده طبعا خلال فترات النهار ومع ستوع أشاعة الشمس فرغي يبقى أشاعة الشمس لدخول ساعات الليل درجات الحرب تبدأ تنخفض بشكل ملفوظ خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء بتكون أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية وإن شاء الله متوقع من غدا الخميس ستألت ثلاشة فرص لطف الأمطار على أغلى مناطق الجمهورية وتنحصر فقط في أقصى شرق البلاد وتعود الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية اللي هتكون يعني بتأثر بشكل كبير جدا على الرؤية الأفقية خلال أيام القادمة بتواصر الوطوبة في مناطق قريبة من سطح الأرض فيبقى في شبورة مائية من غدا إن شاء الله على أغلب الصرق الزراعية والسريعة والقريبة من المفتحات المائية مع التكون الشبورة المائية السعاك المتأخرة من الجيل حتى سطوع أشعة الشمس فهم جدا الأيام اللي جاي ناخد بالنا من تأثر الرؤية الأفقية بسبب وجود الشبورة المائية أشكرك في النهاية شكرا جزيلا لدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية ودلوقتي هخلونا نعرف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في محافظات مصر المختلفة القاهرة العظمة 26 والصغرى 19 العاصمة الإدارية العظمة فيها 26 والصغرى 19 إسكندرية 25-18 العالمين الجديدة 25-19 مطروح 24-17 دمياد 24-20 بورسعيد 24-20 الإسماعيلية 27-19 السويس العظمة فيها 26 والصغرى 20 العريش 24-20 كاترين 22-11 طابة 26-19 حلايب 29-21 شلاتين 31-22 شرم الشيخ 29-22 الغرداء 30-21 الفيوم العظمة فيها 27 والصغرى 18 بني سويف 27-17 الوادي الجديد العظمة فيها 30 والصغرى 13 أسيوت 29-16 سهاج 30-17 قنة 30-18 لؤسر 30-18 وأخيراً أسوان العظمة 31 والصغرى 19 ودلوقتي نرجع تاني لهدير وشازلي نكمل معهم باقي الفقرات شكراً لك يا لبن